اشتركوا في القناة عبدالعزيز السعود حفظه الله ورعاه عاهل المملكة العربية السعودية الشقيقة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فانه ليسرنا كثيرا ان نرفع الى مقام اخينا العزيز حضرة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز السعود حفظه الله خالص تهانينا وتبريكاتنا بمناسبة عيد الاضحى المبارك وتواصل نجاح موسم الحج معبرين عن بالغ تقديرنا واعتزازنا بما تبذلونه حفظكم الله وحكومتكم الرشيدة عاما بعد عام من جهود جبارة ومخلصة في خدمة ورعاية ضيوف الرحمن حجاج بيت الله الحرام تسهيلا عليهم لاداء مناسك وشعائر الحج وتوفير اقصى درجات الراحة والحماية والامن والامان لهم منذ بدء وصولهم الى الاراضي المقدسة وحتى مغادرتهم وقد اتموا فريضتهم بكل الراحة والاطمئنان واننا لندعو الله سبحانه وتعالى ان يعيد هذه المناسبة المباركة الكريمة وامثالها على اخينا العزيز حضرة خادم الحرمين الشريفين والشعب السعودي الشقيق وعلى امتنا العربية والاسلامية بوافر الخير واليمن والبركات مؤكدين بالغ الفخر والاعتزاز بما يربط بين بلدين وشعبين الشقيقين من اواصر القربة والمودة التي تضرب بجذورها في عمق التاريخ وتشهد عليها مواقفكم النبيلة والعظيمة الداعمة للبحرين في بناء نهضتها وحفظ امنها واستقرارها مشيدين بالدور المحوري الذي يطلع به بلدنا المملكة العربية السعودية بقيادتكم الحكيمة المظفرة وفي خدمة كافة القضايا الخليجية والعربية والاسلامية والدولية وبما يعكس ما باتت تتمتع به السعودية من مكانة مرموقة والله نسأل ان يحفظكم على الدوام سالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخوكم خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس وزراء مملكة البحرين ترجمة نانسي قنقر